بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استضاف الرئيس التركي رجب طيب أردغان نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد النهيان على مدى يومي الجمعة والسبت الفائتين في مدينة إسطنبول زيارة رئيس دولة الإمارات إلى تركيا تكللت بالعديد من الفعليات والأنشطة وبعض المسامرات التي عكست مدى تحسن العلاقات بين البلدين بدأ الشيخ محمد زايد زيارته إلى تركيا بالوصول إلى مطار أتا تركي الدولي حيث استقبله الرئيس أردغان برفقة وفد رفيع من طاقمه القيادي وقبيل التوجه إلى صالة الشرف كان الرئيس أردغان قد أعد مفاجأة لضيفه الإماراتي حيث أهدى له سيارة توج الكهربائية التي أنتجتها تركيا بقدراتها الوطنية والمحلية وخلال تقديم السيارة طلب الرئيس الإماراتي من نظيره التركي استبدال السيارة السوداء بأخرى بيضاء حيث نبى أردغان طلبه على الفور وعقب جولة في السيارة توجه الزعيمان إلى داخل مطار أتا ترك وعقد لقاء ثنائيا وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وكيفية دعم الاستقرار الإقليمي كما بحث بن زايد وأردغان علاقات الصداقة ومسارات التعاون والفرص الواعدة لتوسيع آفاقه في مختلف المجالات التي تعزز التنمية والتقدم في البلدين وتسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة في إطار العلاقات الاستراتيجية والشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا وقبيل اللقاء عرف كل من الزعيمين للآخر بعض الأسماء البارزة له حيث قدم أردغان لنظيره الإماراتي المدير التنفيذي لشركة بايكار الرائدة في مجال صناعة المسيرات سلجوق بيرقدار بالمقابل عرف الشيخ محمد بن زايد أخاه منصور بن زايد النهيان للرئيس أردغان الذي تفاجأ عندما عرف بأن الأخير هو رئيس نادي منسيشتر سيتي الإنجليزي كما تناول أردغان ونظيره الإماراتي مأدوبة عشاء في أحد المطاعم الفاخرة بمنطقة فلوريا حيث ظهرت الابتسامة على وجههما أثناء مغادرة المطعم يدا بيد ومساء السبت توجه الرئيس أردغان وضيفه الإماراتي إلى ملعب أتاتورك الأولمبي بمنطقة بشاك شهير لحضور المباراة النهائية بين منشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي وجلس أردغان والشيخ محمد بن زايد جنبا إلى جنب وحضر المباراة التي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي بهدف دون رد وتعليقا على لقائه مع الرئيس أردغان نشر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة تغريدة على تويتر قال فيها سعدت بلقاء الرئيس رجب طيب أردغان في إسطنبول بحثنا تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ودفع شراكاتهما الاقتصادية إلى الأمام والإمارات حريصة على تعميق التعاون مع أصدقائها لدعم السلام والازدهار في المنطقة والعالم يذكر أن زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زيد النهيان إلى تركيا ولقائه الرئيس أردغان حاضيت باهتمام كبير من وسائل الإعلام العربية والتركية في الختام متابعين الأعزاء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر